قبل المعركة شاف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الرؤية إيه؟ إن النبي حاطت إيده في درع حصينة وإن فيه في السيف بتاعه حتة مكسورة وإن فيه بقر بيذبح فالنبي رؤية الأنبياء حق فالنبي أول الرؤية إن الدرع الحصينة المدينة ما يخرجش من المدينة يحارب جوه المدينة نحاربهم في الأزقة وبين السكك ما نطلعش بره المدينة الدرع الحصينة المدينة وإن فيه كسرة في سيفه حد من أهله حيموت سيدنا حمزة وإن فيه بقر بيذبح أصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أم جمع الصحابة وقال لهم نأخذ الشورى يا رسول الله أنت شفت الرؤية ورؤية الأنبياء حق بتسألهم ليه؟ عشان فيه قانون من قوانين الحياة اسمها التشاور عشان النبي مشرع للقوانين دياً عشان النبي هو اللي بيفتح لقوانين الحياة فالنبي عنده دورين القائد العسكري اللي عارف أنه ما ينفعش يطلع والمشرع للقيمة من قيم الحياة اسمها التشاور يا جماعة النبي طلع عشان حضرتك وحضرتك يا شباب تتعلموا حاجة في الدنيا قانون في الدنيا اوعى تاخد اختيار في الحياة لوحدك من غير ما تستشير اوعى تمشي بدمارك والله هتخبط في الحيط اوعى كده بدمارك أنا هعمل كذا أنا هسوي كذا استشير أبوك استشير عمك استشيري حد كبير ارجعي لأمك ارجع لحد فاهم في خبرة من خبرات الحياة ما تمشيش لوحدك هتخبط في الحيط والله والله ما في حاجة رجعت فيها لابويا إلا لو كان القرار في الآخر خير وما من مرة خلفت أمر بابويا إلا لو كنت غلط واندمت شاور ارجع للكبار فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف النتيجة بس فيه قانون لازم المسلمين يتعلموه فاختر التشاور فبدأت التشاور فالصحابة العقلاء الكبر قالوا نقعد في المدينة أبو بكر نقعد في المدينة النبي نقعد في المدينة سيدنا حمزة نخرج يا رسول الله ما يقولوش علينا أن احنا خفنا نطلع نخرج علي ابن أبي طالب نطلع يا رسول الله الشباب نطلع يا رسول الله زبار بن العوام نطلع يا رسول الله طب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لأطبع النقعد بس عشان هو يستخبب بيته مش عشان المصلحة عشان هو خايف الأغلبية طلقت إيه؟ نطلع يا رسول الله فقال النبي توكلنا على الله بس يا رسول الله انت عارف بس في قيمة لازم المسلمين يتعقيمها ربيض قد كده فكرة التشاور مهمة قانون من قوانين الحياة خذ رأي الناس معاك ما تمشيش لوحدك